قبل فرز صناديق الاقتراع بل وقبل اغلاق صناديق الاقتراع كما حصل في عام 2006 للميلاد واعتقادا من علي صالح انه ما زال بامكانه ان يهدد الكمبيوتر بالطائرات والدبابات والصواريخ اذا اعلن فوز المنافس له كما حصل في عام 2006 للميلاد علي صالح اجبر الكمبيوتر في عام 2006 على ان يتطبع بطبعه في التزوير والمغالطة وان يتخلى عن طبيعته الدقيقة في الحسبة والحساب وتدقيق النتائج واليمنيون يومها قبلوا بنتائج الامر الواقع وليس نتائج الانتخابات كما اعلنت المعارضة يومها لكن اليمنيين في عام 2011 قد اعادوا الى الكمبيوتر شجعته واخلاقه التي فطره عليها الياباني والامريكي ولم يعد يقبل ولا يخشى تهديدات علي صالح واليمنيون في عام 2011 استحادوا كرامتهم وشجعتهم واخلاقهم التي فطرهم الله عليها ولم يعودوا يقبلون ولا يخضعون ولا يخشون تهديدات علي صالح لا مجال اليوم لمغالطات علي صالح ولا لتزوير علي صالح ولا لنتائج الامر الواقع الحقيقة والحقيقة وحدها هي قنوان اليمن الجديد والصدق والشفافية هي طابع اليمن الجديد علي صالح لن يهددنا بعد اليوم بصندوق التزوير والمغالطة لانه لم يعد امامه الا الخيار الوحيد والاوحد وهو المثول في قفص العدالة مع كل القتلة اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية وما بين صندوق التزوير الماضي وقفص العدالة الحاضر يتحدد مصير علي صالح ونظام علي صالح الافل وتتحدد ملامح اليمن الجديد المشرق الذي نريد اتقل أستاذ محمد